لمهرجان أفاق مصرحية مهرجان أفاق مصرحية بيختتم المرحلة الأولى على مصرح مكتبة مصر الجديدة وبيحمل شعار مصر أحلى كان في حضور جماهيري كبير وانطلقت الدورة من يوم 1 فبراير أو أول فبراير الشهر ده على مصرح مكتبة مصر الجديدة وشارك في هذا المهرجان فرق متنوعة الجميل فيها أنها تمثل محافظات مختلفة فتعالوا نشوف التقرير ونرجع مرة تانية تحت شعار مصر أحلى اختتم مهرجان أفاق مصرحية المرحلة الأولى من فعليات الدورة الرابعة للمهرجان بعرض 21 عرض مصرحي من المتأهلين للتصفيات النهائية وذلك على مصرح مكتبة مصر الجديدة هو النهاردة يمكننا أن نعملنا مرحلة جديدة في النهائيات دايما كان بيبقى عندنا النهائيات يتصابق وبيبقى في لجنة تحكيم والعركة بتعرض السنة دي حصل حاجة كويسة قوي بصراحة فوفرتها لنا مكتبة مصر الجديدة أنهم سمحونا أن احنا ممكن نقدم فعاليات المهرجان عندهم لمدة نهاردة اليوم التايمن في الفعاليات فكانت دي حاجة أننا بنحلم منها من الدورة الأولى أن احنا إزاي نفيد الفرق ما يبقىش المسألة مجرد عروض وجويز وخلاص كما حرصت لجنة النقاط داخل المهرجان على متابعة كافة العروض المسرحية للوقوف على نقاط القوة والبعض وإطلاع المشاركين عليها والله يعني احنا مش لجنة نقاط فعليا احنا قدر ما الموضوع هو دعم فني هما لسه عندهم ملالي عرض تانية كنا مهتمين بس نقول لهم إذا في حاجات ممكن تتطور إذا ممكن يكون عندهم رؤية أكبر شوية حوالين العروض حوالين تقنيات العرض حوالين السكريبت حوالين طبيعة السرد أنا كنت سعيدة جدا بالتجربة سعيدة أكتر بالتعرف على عروض جاية من محافظات تانية على متحمسين على فكرة الهواء يعني الأشخاص اللي جايين من أقاس البلاد وعندهم أفكار وعندهم أحلام إزاي ممكن يتوروا الأحلام دي كان لإدارة المهرجان دور هام في عرض عمل مصرحي للأطفال على هامش فعاليات المهرجان لدعم وتنمية تلك المواهب طبعا حاجز بنجاح كبير خصوصا أن احنا كمان أطفال طبعا المهرجان ده محدش بدخلوا كتير بس احنا الحمد لله دخلناه ومجحنا والحمد لله اللي جاي أفضل إن شاء الله فرحان أني شركت في عرض زي ده ومهرجان أفكة مش مهرجان صغير ده مهرجان كبير جدا لأنه على جمهورية مصر العربية والحمد لله يعني أننا كنا نتأهلن المرحلة التانية دي حاجة بالنسبة لي نجاح كبير جدا حاسة أن أنا عملت إنجاز حاسة أن أنا تعبت يعني أنا تعبت عشان نصل للمين أنا عايزة تقول له أحد لازم يميت عشان نصل للحالة اللي هو عايزة مواهب مصرحية مميزة تنتظر الخروج إلى الأضواء والشهرة ضمن أكبر مهرجان للمواهب الشابة في مصر والشرق الأوسط بكر الشراوي جزيل شكر طبعا لزمنا على هذا التقرير